موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصاته والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف التاسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الأولى لمادة الاجتماعيات الصف التاسع الكويت والعالم أعزائي الطلاب وطالبات الصف التاسع سوف تتناول في موضوعنا الأول الكون من حولنا حيث سوف نتعرف على المجرة وما تحتويه من أجرام سماوية سوف نتعرف أيضا على المجموعة الشمسية وعلى عدد كواكبها وسوف نركز على كوكب بلوتو في نهاية حلقتنا كل ذلك وأكثر سوف نعرفه بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم طلابنا من جديد سوف نبدأ درسنا لهذا اليوم الكون من حولي عزيزي الطالب تشاهد في صورة أمامك مجموعة من المجرات السماوية كذلك تشاهد مجموعة من النجوم ونحن جزء من هذا الكون من حولي في درسنا الأول سوف نتناول الكرة الأرضية لماذا يسكن الإنسان كوكب الأرض؟ لماذا سكن هذا الكوكب من بين الأجرام السماوية الأخرى؟ هل هناك كواكب أخرى في الفضاء غير كوكبنا؟ هذه التساؤلات نطرحها على أنفسنا ولكن سوف نبدأ من السؤال الأخير هل هناك كواكب أخرى في الفضاء غير كوكبنا؟ نعم هناك العديد من الكواكب الموجودة في مجموعتنا الشمسية ولكن هذه الكواكب لا تصلح لقامة حياة على سطحها ومن أشهد الكواكب التي يلجأ إليها العلماء؟ هو كوكب الأحمر الكوكب المريخ وهذا الكوكب الطبيعة الجغرافية والطبيعة المناقية غريبة إلى حد ما لكوكبنا الأرض ولكن ما يميز كوكب الأرض عن غيره من الكواكب المجموعة الشمسية ألا وهو احتوهي على عنصر الحياة وهو عنصر الماء إذ قال الله عز وجل في محكم كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي فالماء عنصر أساسي لوجود الحياة في كوكبنا الأرض وقد قال الله في محكم كتابه أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يدعونا إلى التفكر في خلق السماوات والأراضين من حولنا عزيزي الطالب تشاهد في صورة أمامك الأرض وتلاحظ أن الأرض هي جزء لا يتجزأ من مجموعتنا الشمسية وهذه المجموعة الشمسية أيضا هي جزء لا يتجزأ من نظام أكبر منه وهو المجرة وأشمل من ذلك كله هو الكون ولكن ماذا نقصد بالكون؟ يقصد بالكون عزيزي الطالب هو كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الفضاء الشاسع من ملايين المجرات والسدم التي تفصل بينها مساحات شاسعة تحتوي على بلايين الذرات الدقيقة والمواد الغازية المتعددة فتشاهد عزيزي الطالب في صورة أمامك على الجهة اليمين هي المجرات وتلاحظ المجموعة كبيرة من المجرات موجودة في الكون من حولنا كذلك تشاهد أيضا في الصورة المقابلة لها السدم وهي غازات والتي تشكل الكون من هذه الغازات نتيجة للتفاعلات الكونية والانفجار الكوني السدم ماذا نقصد بالسدم السدم هي سحابات كونية غازية متوهجة تتخلل المجرات فكما ذكرنا في تعريفنا للمجرة في السابق أن السدم جزء لا يتجزأ من المجرات ماذا نرى في الليل الصافي في السماء عزيزي الطالب نحن كشعب كويتي متعودين أن نذهب إلى البر والتخيم في البر ولكن عندما ترفع رأسك في السماء فأنك سوف تشاهد مجموعة من النجوم وقد جاء ذكر هذه النجوم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فهل تلاحظ عزيزي الطالب في هذه الآية الأولى وصف السماء بأنها مزينة بمصابيح وأيضا ذكر في صورة الصفات بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ فأيضا السماء لا تحتوي على النجوم فقط ولكن تحتوي أيضا على الكواكب فتشاهد عزيزي الطالب مجموعة من النجوم ولكن هذه النجوم قد تختلف في أحجامها من حيث البعد والقرب فالنجوم صغيرة كما نراها لكنها في الواقع أجسام كبيرة والسبب في ذلك هو بعدها الكبير عنه فاختلاف المسافة والبعد الزمني بين الكوكب الأرض وغيره من الكواكب والأجرام السماوية الأخرى جعلت هذه الكواكب تبدو لنا بحجمها الصغير وذلك بسبب بعدها الكبير عنه النجم عندما تستيقظ عزيزي الطالب في الصباح الباكر فإنك سوف تشاهد ضوء مما يصدر هذا الضوء يصدر هذا الضوء من نجم هو نجم الشمس فالنجم عبارة عن كرة غازية مضيئة فأول شيء تحس به عزيزي الطالب وتشعر به هو الضوء ثم بعد ذلك سوف تشعر بحرارة فيتميز النجم بأنه ينتج عنه ضوء وحرارة فنكرر ونعيد أن النجم عبارة عن كرة غازية مضيئة وذات حرارة عالية يصدر منها الضوء والحرارة التي نستمد منه الحياة على سطح كوكبنا الأرض المجرة المجرة هي نظام نجمي يتحرك في الفضاء ككتلة واحدة مكونة من بلايين النجوم والكواكب فترعب عزيزي الطالب هذه المجرة وهي عبارة أو تتكون هذه المجرة من بلايين البلايين من النجوم والكواكب بالإضافة إلى المذنبات والنيازك والغبار الكوني والغازات وجميعها مرتبطة بقدرة إلهية فجعلها واحدة متماسكة نحن إلى أي مجرة ننتمي من هذه المجرات نحن نعيش على مجرة من بلايين المجرات كما ذكرنا فننتمي إلى مجرة تعرف بمجرة درب التبانة أو الطريق اللبني مما تتكون المجرة؟ تتكون المجرة من النجوم الكواكب ذكرنا النجوم هو نجمنا الشمس الكواكب كواكب المجموعة الشمسية المذنبات النيازك الغبار الكوني الغازات إذن مكونة المجرة كما ذكرنا النجوم والكواكب والمذنبات والنيازك والغبار الكوني بالإضافة إلى الغازات فما هو الكوكب؟ الكوكب عبارة عن جرم سماوي معتم بارد يستمد الحرارة من أقرب نجم وله مدار حوله فكوكبنا كوكب الأرض هو كوكب معتم لا يضيء بذاته مثل نجم الشمس بل يستمد الضوء والحرارة من الشمس فيضيء لنا كما تشاهدون عزائي الطلاب المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية المقصود بها هي نجم متوسط الحجم ويسمى الشمس وتهيمن جاذبيتها على حركة أجرام المجموعة الشمسية من كواكب وتوابع وكويكبات ومذنبات فتكون الشمس مصدر كل من الحرارة والنور على أسطح هذه الأجرام فتلاحظ عزي الطالب أن النجمة هو يتحكم في مدار الكواكب من حوله من كواكب وتوابع ونقصب التوابع هي الأقمار وكويكبات ومذنبات ذكرنا عزي الطالب الشمس وذكرنا أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وهي عبارة عن كرة هائلة من الغازات المتوهجة تتألف من عنصرين أساسيين هما الهايدروجين والهليوم وغازات أخرى وأيضا تتكون المجموعة الشمسية عندنا من حزام الكواكبات وهذه الحزم تقع بين كوكبي المريخ والمشتري وتدور في المنطقة كمية هائلة من الكواكبات الصغيرة التي تتكون في الأساس من الصخور وبعض المعادن فترعب عزي الطالب في صورة إمامك أن هناك حزم من الكواكبات تفصل بين الأرض بين المريخ والمشتري تتكون المجموعة الشمسية من مجموعتين أساسيتين هما الأولى الكواكب الداخلية الصخرية والمجموعة الثانية الكواكب الخارجية الغازية والتي يفصل بينهما مجموعة الكواكبات وتعرف الكواكب الداخلية الصخرية بأنها تتقارب بحجمها وتتشابه بتركيبها الصخري وقربها من الشمس إذ يبلغ عددها أربعة كواكب وترتب حسب البعد عن الشمس فالأولى هي عطارد والثانية هي الزهرة والثالثة الأرض والرابعة المريخ أما المجموعة الثانية الكواكب الخارجية الغازية فتعرف بأنها كواكب يتكون أغلبها من الغازات وتتميز بكبر حجمها وبعدها عن الشمس إذ يبلغ عددها خمسة كواكب لكن قد تم استبعاد أحدهما وهو كوكب بلوتو وترتب حسب التالي المشتري زحل نبتون أورانوس بلوتو الكواكب الداخلية الصخرية عزيزي ونبتون ولكن يبقى الكوكب الأخير كوكب التاسع كوكب بلوتو كوكب بلوتو الكوكب التاسع استبعد هذا الكوكب لعدة أسبابه فمن أحد أسباب استبعاد هذا الكوكب عزيزي هو صقر حجم بلوتو والسبب الآخر هو اختلاف زاوية دوران مدار بلوتو عن مستوى دوران باقي كواكب المجموعة الشمسية فتتميز مدارات جميع كواكب المجموعة الشمسية الثمانية بأنها لها مدارات واحدة ومستقرة إلى هنا أنهينا حلقتنا لهذا اليوم الكون من حوله ونرأكم في حلقة قادمة من حلقات مادة الاجتماعيات الصف التاسع الكويت والعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة